السلام عليكم اخباركم ابن ورين دايما معي بس عبدكم في كل وقت وفي كل اوان يا مرحب يا مراحب اهل ببيني شارك ساعدة غامرة دائما بوجودي معاك دايما يا رب وعلى خير باني الله دايما اه الايام بتجري والشهر بيجري النهاردة بين 14 رمضان خلاص الايام تجري وشهر رمضان كعادته يجري جريا سريعا والايام الحلوة دايما بتجري الناس دايما متجمعين يا رب على خير طيب الزمالك ان شاء الله تعالى يوم واحد وثلاثين ثلاثة هي بأولى مبارياته مع دي فيوتشار في الكونفرولاي قبل ما اروح للمباراة دي عاوز اقول لكم ان انبارح قلتلكوا ان اتجاه الربط لاندير تأجيل مباراة الزمالك بناء على طلبه او انهم يلاقوا مباراة لفيوتشار فيلعبوها ففي الاخر قالك لا اجل فتم تأجيل مباراة الزمالك والبلدية من اللي طلب الزمالك ليه قالك عشان ايا جماعة عشان حاجة مهمة اسمها تكافؤ الفرص اوه زيك لا يومانع منه يلعب مباراة البلدية جميل طب اي المشكلة انه فيوتشار مش هيلعب ونتيجة المباراة الاولى زيك لا يعلمها يعني مثلا زيك فايز اربعة صفر مثلا خفز صفر في التانية يعني فبالعب مباراة البلدية واقدر ازبط بها لا مش ضامن النتيجة بتاعت المباراة الاولاني عشان كده لازم يبقى زي زي مين زي فيوتشار مين اللي يحكم في الموضوع ده رابط الاندير لانه دي مباراة الفرقتين من مصر وهنا المطش الدوري المصري ده ياخدنا الحاجة بقى مهمة وجهة مظر يعني ارجو ان انتو يعني تحتملوها قليلا وانا اخشى من الزمالك من الوقوع في الفخ اه ايه هو الفخ ده الاول الفخ اللي الزمالك فيه اساسا هو فخ جدول الدورش والزمالك في الدوري الفرق متجرئة عليه للامانة وللاسف صحيح فيوتشار المطش اللي حصل بيننا كان الكابتن معتم الجمال واحنا فوزنا لكن فيوتشار المطشاب بتعقر وساعات يبقى اتنين واحد تلاتة اتنين فبحدش ضامن الامور راحة فينه وجاية منين فالحذر هنا من الوقوع في الفخ من فكرة انه حالة التجرؤ اللي على الزمالك من فرق الدوري في المباراة الدوري تتحول الي كونفو دوليش وهنا الحذر واجب ولازم اللي انتباهه التفكير يبقى مختلف عند لعبة نادي الزمالك لازم يبقى فيه حافز اكبر ورغبة اكبر في هذه المباراة وفي هذه البطولة وكمان جميز يبقى فاهم فهنا مش هتكلم على مطش زد مبارح والاهداف اللي دخلت وجوزات كان متقدم ثم تعادل زي ما كان في الجولة كان خسران فتعادل فتقدم ثم تعادل فخسر ولا دي اخطاء فنية اه اخطاء فنية من جميز لكن هو بيعمل اختيارات الفنية دي لانه هو بيجرب خلاص لكن ماتش في يوتشل مفوش تجريب مفوش اي افكار يجب ان تكون خارج الاطار التقليدي خالص لان دي مباطولة ناقصتك ست مباراة تبقى بطالها ادارة الزمانك على شفة حفرة من الغضب فمستحملة وارسين على اسنانهم زي بنقول عشان ايه عشان البطولة تكون فضرانيجي تمام ارسين على اسنانهم هنا بقى عشان اه اللعيبة على جميز على الاعلام على الكل كليل زي بنقول مسكين نفسهم وخلاص فمن سمى المباراة دي مهمة ومن سمى الحذر التعامل مع هذه المباراة غاية في الاهمية والتعامل معها بحرص مش اضيف يوتشل واحنا عارفينها وده احنا بنفوز عليها كل مطشط الدوري اه مطشط صعبة سبين فوز لو دخلتنا في المنطقة دي يبقى احنا نخصر اصعب مباراة للزمالك في الموسم ده ومفيش غيرها صعب حتى مباراة الكاس ما كانش صعبة هي مباراة فيوتشر او مباراتي فيوتشر وخصوصا المباراة الاولى بتاعت واحي وتدين لها تحدد امور كتيرة جدا مباراة اصلا بالتعادل التعادل السلبي التعادل الايجابي التقدم عامل نوع التقدم مفيش دخل اجوان في الزمالك لا فيه دخل اجوان في الزمالك بس متقدم التعاون في المباراة دي بتاعت فيوتشر وبتاعت الزمالك التانية فازاي ان احنا بنحرم كل ده مهم جدا جدا انك تبقى فاهمه كلاعج وفاهم ان الزمالك في وضع صعب بك انت وانت السبب فيه اصلا مقدرش يحمل عبدالله السعيد وناصر ماهر بينهم السبب او زياد كمال ولا محمد شيحاتا ولا اي او حياسر حمد او اي حد من الجدل لكن احمل عواد وصبحي وحسابه عم يجيت والمسلوسي وعمر جامر وفتوح ودونجة وروقة وزيزو وشكبالة وصيف الجزيرة وناصر منسي ومصطفى شلبي هم دول اللي حملهم مسئولية هم مين اللي يتحملهم هم اللي هيلعبوا اساسا بس نقفل باك زياد كمال شارك مبارح راجل هيلعبه ده الله واحد محمد شيحاتا بيروح المنتخب يلومبي بيجيب اهداف وهو راجل قاعده جنبه تمام فانا مش عارف الراجل هيشتغل ايه مهم ان اقدارة الزمالك تشتغل على دماغ الراجل بقى المعلومات اللي عندي القاتية انه حصل حوار بين ادارة الزمالك وجميز على ايا فندم على حكتين تثبيت التشكيل وخصوصا مركز الهجوم المهاجم بيجيب فرص بيجيبش لكن لازم المهاجم يبقى ثابت دي وجهة النظر الفنية عند ادارة الزمالك اول حد انك تثبت الهجوم المهاجم وحنا حلتنا ثلاثة ناصر منسي كينولا اللي جاب برح الهدف في موراد زد سيف الجزيري اللي خرج تونس اساسا زي ما هيخرجنا احنا تمام ادي الثلاثة الحيلة يعني والمركز التاني اللي بيطالبوا في التثبيت ويطالبوا الاهم اللي بيطالبوا تثبيت التشكيل لكن في مركزين مهمين جدا بالنسبة لقدارت زيك انهم يثبتوا عارس المرمى ويمنع التدوير فيه وقلب الهجوم يبقى فيه حقيقة ملاعب ثابت هنا وهنا في اول الملعب واخر الملحب ده يمنع انه ميزدربش ميزدربش ميسبتش البقى لا ياريت يسبت البقى لانه المهم دلوقتي عند ادارة الزمالك انك تلعب الست مطشاط دول اه تفوز في المطشاط الدوري طبعا لكن المهم مطشاط لانك هتخلص في اول ستة تتكلم في سبع ابريل هتبقى المباراة سبع ابريل دي هي مباراة التانية لو انت فوزت بعد اسبوعين هتلعب قبل النهائي وفي اول ماي وبعدين تلاقي نفسك في النهائي ان شاء الله تعالى وبنسمى لازم تثبيت التشكيل لكن في اهم حاجتين بالنسبة اقدارة الزمالك المهاجم ادي واحد اتنين مركز فاصم برا هنا بقى تأتي المفاجأة اللي يبدو ان جوزيجو ميز هيعمله ايه هي انه هيثبت اكينولا مهاجمة للادي الزمالك بعيدة ان اكينولا هيمشي هيمشي ومش هيكمل مع الزمالك لكن الراجل شايفه في اطار التلاتة اللي عنده هو افضل واحد سبحان الله اهو اكينولا ده كلنا بنقول عليه راجل في الاخر بقى متحرش هو بتحرك كويس وكل حاجة وبيجيب هدف المشيطة الودية بس لكن الراجل طالما اقدرت الزمالك ما بتقولوش ثبت مين بتقولوش ثبت ماصر ثبت الجزيرة ثبت اكينولا ثبت اللي تثبته لكن مهم ان مركز المهاجم يبقى ثابت وضعه فالراجل يبدو انه هيفاجئنا يبدو بنسبة 80 او 85% وسيكون سيكون اكينولا او سامسون اكينولا هو اللاعب المهاجم الذي سوف يتم تثبيته في تشكيل الزمالك كمهاجم تمام خلاص اقفل باب اكينولا والمهاجم في حاجة تانية عاوز اكلمكم فيها ويقال بعض ممكن يضحك فيها لأ السلام لو نروح للحتة دي خليها الاخر كده عشان تعودوا معيها الاخر الفيديو هو هتجري الفيديو او معين العيون هيبقى موجوب بس هتجريه الزمالك خلاص اعتمد وجهة نظر انه مفيش محمود علاء لعب لدي الزمالك ومدافعه وهداف المدافعين عبر تاريخ الزمالك يعني وبسبب انه طبعا الفترة دي محمود علاء مش في افضل حال فني ثم كمان انه ادارة الزمالك يبدو انها طيقلت او علمت او عارفت ان اللعب انا هاتفاقه مع نادي بيراميدز ومن ثم اغلق باب اي حوار مع محمود علاء للتجديد التعاقد خلي بالك بحلالك بياخده 14 مليون جنيه في الموسم وده برضو ارقام اللي الزمالك مش عايزها وممكن تروح ياخد نفس الرقم والله اكتر في بيراميدز فدي حاجة تانية لكن الزمالك بيقفل الباب بنسبة 100% بنسبة محمود علاء بسبب انه علم انه انه انهى الاتفاق مع بيراميدز اه برضو مستغرب انتو عاوزين محمود علاء ولا مش عايزين لو عاوزين واتكلمتهوش له لكن هو مبرر لاغلاق ملفه انه مضى خلاص هو اللي مضى بقى احنا مناش دعم فمش هنتكلمه في تجديد وكأنهم كانوا هيكلموه ممكن ترزل من الترزل كنتش هتكلموه الزمالك في وضع صعب على فكرة في جزء الدفاعي والموسم الجاي انت محتاج كمان لعبة في الدفاع كتير اكيد هيبه في افكار انا قلتلكو انه لسه كابتل احمد سليمان مصرة على احمد مسام لعب الجول هنشوف الامور هتوصل غد فيه لكن هيبه فيه تدعيمات اكيد هيبه فيه تدعيمات انك ادي بالنسبة حمزة مسوسو ممكن يمشي عشان توفير النفقات ونفس الشيء ادي محمود علاء وادل وانشب ويتصاب ومشيت عبدالغاني ومجيبتش حد فانت طبيعي جدا هتعمل تدعيمات دفاعي صعب طالعا احمد رفاعي الشاب وبتاعك اندى يبقى كمالا مش اساس في اللحظة دي كنا نتمنى ان يبقى اللاعب الشاب عندنا اساسيين يعني وانه يبقى حاجة كبيرة ياريت حساب مجيد كان عنده مشاكل ثم تحسن فممكن نبقى رفاعي نفس الشيء طيب تعال روحي حتى الظريفة فاكرين حمامات حسن مصطفى اللي افطل اللي اتعملت واللافت اللي اتعملت دي وبعدين متنصر شالها الزمانج بقى بيعمل حاجة تانية الوقت ومجلس ضد الكابت الحسين لبيه بيهد النادي بيهدوا بيهدوا المباني بيهدوا الارض الارضيات بيردموا حمامات سباح اه الحقيقة يبدو انه الوضع الهندسي والتصميم الهندسي في نادي الزمالك مش عاجب ادارة الزمالك وهو الحقيقة كان فيه بعض الحاجات الملفتة للانتباه ان حمامات السباح الكتير كان عندها مشكلة فيما يطلق عليه صرف المية بتاع حمام السباح فبقى البعض من المعارضين المستشارة المرتضى كانوا بيهدوا عليها بيرك قلت لها ما فيش مية مجددة يعني ما بتجددتش حي سباح لازي بقى ليه خروج المية ودخلها وحاجات كده عشان يبقى الناس تتعامل معها بشكل صحي بشكل جيد يعني مش منظر مش مفورة فاللي بيجرى دماتي ان كابتن حسيل ابيب ومجلسه بيتخلصوا من ارث مرتضى منصور الهندسي الهندسي الايه الهندسي يعني السراميك اللي على الارض بيتكسر وبيحطوا حاجات تانية طرية في الماشي كده تمام بيكسروا ويردموا الحمامات ويبدوا يعملوا صياغات اخرى في الاماكن اخر حمامين حصل فيهم كده اللي كانوا عند الصلاة المغطاة ردموه هيعملوا فيهم ايه بقى هل هيدوروهم على صرف ولا هيردموهم فعلا ويفرونهم خالص ويدوروهم على تصميم تاني انا معرف لكن الوضع ده وده الكلام اللي اتقال على فكرة وقاله كابتن هشام نصر في اطار الامتخابات قال ان في بعض الامور الهندسية محتاجة تدخل ومحتاجة تصور مختلف داخل نادي الزمالك لاستيعاب امور امور واوة ما اعرفش هم ما هيشيلوا الحكاية دي بس انا عندي طلب انا صحيح لست عضوا في نادي الزمالك انا عضو في نادي الزمالك انا رحت نادي الزمالك طبعا انا طلب قد اصغاره شوية كمان نجيلة نجيلة طبيعية يبقى فيه نجيلة طبيعية مش تازم يمشوا عليها الناس الزمالك ما فيوش نجيلة طبيعية كله ممكن تغضر وكمية تصميم اللي محمود بتاع الجناين لجنينة كذا هي حاجة مقفولة ممر مدخل كده وقفلة وحبة كراسي وخلاص ولازم الزمالك يبقى نادي في شجر مظهر شجر مثمر طب ياخد وقته لكن الزمالك العبر كله بس قاعد يبقى فيه تحاجات كده لان تحاجات مفيدة ان يبقى فيه زراعة حقيقية مش نجيلة دي ملاحظات انا شخصية لكن وضح ان دي ملاحظات اكتر عند اقدارة الزمالك عشان كده هيتخلصوا من حمامات مرتضى منصور في نادي الزمالك حمامات السباحة والتصميم الهندسي لنادي الزمالك بيتم تعديله دلوقتي والتصميم الهندسي ده كان عمله المصرشان مرتضى منصور وبناء وحتى كان يدخل نادي الزمالك اعظم نادي في العالم مش عارف ايه متسمعوا يعني اكيد هذه الحوارات فترة طويلة من الفترات في النهاية بشكركم بستمتع جدا بوجود معاكم دايما مع بعض ان شاء الله ومش عاوز هاني سمير صديقي العزيز في ايطاليا هو بعث لي رسالة عتاب شديد بيتكلم فيها لان انا مبردش عليه في التعليقات للاسف خصوصا في اللايف ما شفتش التعليق بتاعه فانا بعتذر له وبعتذر لكل واحد بيكتب لي في اللايف والتعليق وانا مبردش او ما بش شايفه مش كل التعليقات بتظهروا صدي والله وانا بعتذر الاعتذار الشديد وارجوا منكم جميعا انت تتقبلوا هذا الاعتذار وخصوصا هين سمير وبسعد دايما بيك وبسعد بكل الناس هاني وبتشرف بيك وكلكم فقراسي والله العظيم وانا اسمي ما بيجبر واسمي لو معروف فبسببكم انتو والله العظيم تلاتة بالاضافة طبعا لنادي الزمالك والقبل دا كله ربنا سبحانه وتعالى قبل الجميع جميعا لكن مهم جدا ان الواحدي اعترف بفضل الناس وان انتو ناس يعني فقراسي جميعا اللي معايا من الاول واللي بيجو جداد واللي بيروحوا بيجو علي بسعد دايما بيك وبتشرف بيك وان شاء الله وانا اسف يا هاني ان شاء الله اعرالك التعليق اللي قاعد ان شاء الله السلام عليكم